أتحدى أي حاكم من حكام المسلمين كلهم في الحقيقة ربما ما عدا الإيرانيين لأن عندهم خصومة مع الكائل الإسرائيلي خصومة متعددة للجوانب لكن أتحدى أن واحد يقول وشقالت هذه الوزيرة ونائبة رئيس الوزراء الإسباني لأنكم فهمتم من كلامها خاصة لكورة بينال انترنسيونال يعني دعت إلى أن نيتنياهو مكان هذا في المحكمة الجنائية الدولية قد يستبعد أن يذهب إلى المحكمة الجنائية الدولية لأن أمريكا تحميه لكن يقينا أن هذا نيتنياهو قد ينتهي عمره في السجن سيزجنه الإسرائيليون أنفسهم فهناك غضب شديد منه وهناك ثمانين بالمئة اليوم من الإسرائيليين أنفسهم يحملوه الوضع التي توجد في إسرائيل اليوم يوجد في هذا الكيان وكثيرين يكرهون كراهية شديدة ويعتبرون أنه تلاعب بالقانون ويريد تغييرات القانون فقط لحماية نفسه من التهم الموجهة له بالفساد وأنه هو المسؤول على زلزال سبع أكتوبر كما يسمونه حتى أصبحوا بعض منهم يسموه نكبة سبع أكتوبر فسينتهي إذا لم يمتربة مبسكة قلبية في هذه الحرب فهناك مجهود شديد ويتطلب منه أن يكون حاضر براءة الخلافات الموجودة مع كبار الجنرالات إلا أنه قد ينتهي محتمل جداً مؤكد أن حياة السياسية ستنتهي مع نهاية هذه أحداث غزة ولكن محتمل جداً أنه سينتهي في السجن مع بداية العام أن نجده قد سجن حتى في الكيان الإسرائيلياً فهذه إذا هذه الوزيرة نتحدى أن تبون يخرج أو أحد وزراءه ويقول أن نتنياهو وجنرالاته يجب أن يؤقضوا إلى الكيان إلى المحكمة الجناية الدولية ما عنده مشترة كرامة من هذه الوزيرة بالرغم أن هذه لا تتعي لا إسلام ولا إيمان ولا أخلاق ولا مع فلسطين ظالمة أو مظلومة ما عندهش كل هذا البروفاقاندا بالمناسبة يعني